وفي حديث بيبرر أن قطع الاتصالات ده هو بمجرد مظلة الهدف الرئيسي منها هو تضليل إسرائيل لما يحدث وحجب هذه المعلومات لأنها معلومات قد تدين إسرائيل فيما يخص ملف حقوق الإنسان قطع الاتصالات له عدة أهداف الهدف الأول هو حصار المقاومة رقم واحد الحصار إحكام الحصار على المقاومة وخنق الشعب الفلسطيني ومحاصرته أول حاجة مسألة الخنق ده هدف الهدف الثاني هو إجبار قادة المقاومة تحديدا والمقاومة وكل مقاومة على استخدام شبكة اتصالات إسرائيلية وعدم استخدام الشبكة للاتصالات الداخلية المحلية لقطع غزة حتى تتمكن إسرائيل من التنصت على قادة المقاومة والكشف والبحث عن المعلومات من خلال أجل التنصت يعني الأسباب عدة وعديدة لقطع الاتصالات في قطع غزة أولها وأهمها الخنق والمحاصرة ثانيها هو عدم التنصت على قادة حماس لأن الاتصالات في القطع مهمة جدا لأنها جهة ربط وتواصل بين المقاومة معلوم أن المقاومة الآن وهو عددهم 15.2 مسلح حتى الآن تجمعهم غرفة مسلحة غرفة واحدة مسلحة للدخول في عمليات قتال مباشر واشتباك عند بدء الاجتياح البر أو المناورة البرية قطع الاتصالات يفيد الجانب الإسرائيلي في الإحجام والخنق والحصار والتنصت على قادة الفصائل فضلا عنه قطع الاتصالات ده يا سيد أحمد بيبرر أو بيؤكد على فشل المخابرات الإسرائيلية في كشف مخطط حماس في 7 أكتوبر شوف أنا يعني خليني أقولك بس أنه المقامة ده حركة حماس في 7 أكتوبر هو أنه كان مخطط ومخطط من قبل حماس لكن أنا أتصور تقديري التام أن حماس لم تقدر التبعات الكبرى لهذا المخطط حتى أن حماس البعض منها يقول أن الاستلاء على الرهائن وخطف الجنود لم يكن مخطط له بهذا الشكل الكبير إذا فوجئت حماس بدرجة الأولى بدرجة الوفقات بالمشهد الكامل بالعدد الكبير نحن نتحدث عن 250 رهينة وأسير الفرق بين الرهينة والأسير الأسير هم الجنود المقاتلين المقاتلين الجنود في الجيش الإسرائيل أما الرهائن فهم المدنيين نحن نتحدث عن 215 رهينة وأسير بحسب تقديرات إسرائيل التقديرات لحركة حماس فيما أعلم حوالي 800 رهينة وأسير الرقم إلى أين أنا ما عندش معلومات لكن النهاردة فوجئنا بأن حركة حماس بتبحث عن رهائن روس إسرائيليين ضمن المخطوفين والمأسورين وده تطور أيضا كبير وده يفسر برضو لقاء قادة حركة حماس أمس بعدد من المسؤولين في موسكو بالأمس وكان محل جدل عالمي كبير قطع الاتصالات موضوع معروف كان هدفه زي ما قلت حضرك هي حصار قطع غزة قطع التواصل قطع التواصل والاتصال بين قادة الفصائل أيضا كما أشرت لأنفا بأن عملية إجبار قادة الفصائل على استخدام شبكات اتصال إسرائيلية حتى تتمكن إسرائيل من التنصت على مقر العمليات نحن من شوية كنا نتكلم في الفرق بين الاتياح والمناورة الاتياح أن تكون أن تيتاح إسرائيل قطع غزة بالكامل وتسيطر عليه وتحتله ومن ثم تصبح مسئولية مسئولية كاملة أنا قلت لك أنفا أن عملية اجتماع كل فتحة ضخمة الكلفة ضخمة لن تستطيع إسرائيل على ايتياح لأن القطع مقتص للغاية